موسيقى واحد مثلي مثل محمد طالح شروحكم عندك زلمانة بأعرض عليك إما بتسلم إما بجيب راسك في الواد في الواد بجيبه بجري بكيمه عادي انت كافر شو يعني هل هذا دينك يأمرك بذلك لا اسمعني يا أخوي حبيبي طبعا أنا اللي بأمرني فيه الله لازم أنفذه انت بتغلط على الله الله بشو بيأمرك لحظة شو الكافر اللي مثلك أنا راسة بقطعة بجيبها في جهنم بجيب راسك لأنك انت كافر وبتغلط على ربنا تطاول على الله انت يا زلمانة بس أنا ما اتطاولت على ربكم بل كلها تطاول انت فاتح بث 24 ساعة بتطاول على إله المسلمين ما بعرف ما أنا شو اسم ربكم إلهكم شو اسمه انت دسلك سؤال لحظة عبد الحيل لحظة لحظة انت إلهك شو اسمه اسمه الله الأحد والجبار والقدوس والسلام والرحمن والغفور وكل هذا الكلام الجميل هل هو اللي أمرك انه انت تجي تقتل واحد مثل محمد صالح لا لما تطاول على الله بكتلك اه نعم أمر نعادي طبيعي كيش انت غير محترم مع الله الآن الله الله بيقبل الناس تكون غير محترمة معه ولا لا يا رجل كيف لإله خلقك أنت تتجرع عليه مو أنا مو أنا هو هو بيقبل بهذا الشيء ولا لا يعني أنا مش عالم في الدين بس أكيد لا لا يقبل إنك أنت تتجرع عليه طب كيف 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 بيصير هذا الكلام لأن الناس ليش تتطاول عليه لأنك انت حمار تفهمش لو تفهم تتطاولش عربنا روح جيبه أنا جيبه يتكلم معي في اللايب معدي مشكلة معاه رايح يوخذك هو بس ما راح يوخذك لعنده وانت جثة راح يوخذك إن شاء الله واستنتنا بس سنتين زمان إن شاء الله راح يوخذك عنده بيحب الجثث لا راح يوخذك عنده ورح تشوف ورح تصير تقول دخيلك رجعني لو ساعة ساعة بس أعمل صالح ما يقدر ساعة يا ربنا وراش راح ينفع هذا الكلام والله ما يقدر يعمل كل ناس تعرف أنه بحياته ما بيقدر يعمل هذا الشيء يمكن الناس اللي ماتت أصلا راحوا استولوا على مكانه هناك بعد الموت والآن هو أسير عندهم يا رجل أسكت يا رجل يا رجل يا الله يا الله يا رجل أسرع تعمل إذا أنت متت وشفت إن كل هذول الكفار والملحدين أخذوا الله أسير عندهم والملائكة أسرع عندهم وعملوا عليه انقلاب عملوا عليه الربيع عربي هناك فوق عرفت كيف وإنت لما راح تجي أول ما حدا يجيبه من جماعة الله يحطوه في السجن على طول هذا كلام أنت يعني فيه مفيش ولا في دين ولا حدا ذكره هبل في هبل من رأسك تهبل تتعب لا هبل من رأسك فيلعب تتعب إلعب إلعب في الدنيا تتعب أنت يا ربنا ما أعطيك مجال في السجنة تلعب تتعب أصبر أصبر عبد الحي الفكرة أنه أنت الله الآن لو لو هو هناك كل يوم الناس تموت وهم بيلعنوا الله في الدنيا وبيموتوا بيلعنوا الله في الدنيا أول ما رأوا الجن وبشر عالم كلهم تعرف لما هم هذورا راح يتكاثروا على الله نيك راح تصير ثورة عليها راح يصير ثورة مثل ثورة سبارتاكوس مثل هذه ثورة العبيد مثل ثورة الزنجي في العراق عرفت كيف فرح يعملوا عليه انقلاب يأخذوا منه العرش يأخذوا منه السلطة المفاتيح تبع الجنة راح يجيبوا جبريل وميكايل عشان ليك يمكن الله لو يمكنه ويكون بالحبس يعني هو ليش ما بيستجيب للدعاء يعني مثلا الفلسطينيين صالهم 75 سنة بيدعوا الله ويمكنهم معارفين أنه الله محبوس الآن مثلا في جهنم ولا في أي مكان ما بتعرف لا يتشطر فيها على الناس يقول كن فيكون فأخذوا منه الشفرات تبع الكن فيكون وصاروا يمحلون تبع الله عبد للسويد ودمروا له ملكه كليا نونيك انت بتقدر تتمرد عقوانين السويد انت اذا عبد للسويد عبد للسويد عبد للسويد انت اذا انا عبد الله كله فخر لكن انت عبد لقوانين السويد بتقدر تتمرد عقوانين السويد سؤال تقدر لا لانك عبد لقوانين هذه انت عبد عبد للسويد عبد يباشفر مثلك أنا راح أشوفك المثال إنت عبد بشر متى رئيس وزراء السويد اسمه أولف كريستيشون هذا أولف كريستيشون إنسان أحمق غابي أزعى ما يساوي فرانكين حلو هذا الكلام؟ أنت حاول تقول هذا الكلام عن ربك أنا مش عبد أنا أقدر أسبب الدولة على البرلمان إنت عبد أنا الآن أعطيتك مثال أعطيتك مثال أنه أنا الآن اتكلمت على أولف كريستيشون أعلى راس في السويد عرفت كيف؟ أنت الآن لو عندك نفس الرجولة ولو أنت عبد أنا حقول لك أنا حقول لك الرجولة يلعن الصليب الأولاني مش صليب إله إلهي ثلاث مليار بدأ خبط على الصليب خل الصليب مش صليب إله لماذا لازم تتعامل بأخلاق القرآن؟ لماذا؟ كنت ماشي جالس جيد وكنا جالسين نبحث عن الله ونحاول أن نشوف وين صار المسكين في هذه الدنيا وفي هذاك الدنيا ما نعرف المسكين ووين هو ليش لازم ليش لازم تبين أنك عندك مشاكل سادية يا عبد الحي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر